يا هلا مرحبا فيكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة لهذا الأسبوع معكم أخوكم هاشم العلاوي واليوم راح نلقي نظرة على شنون نصلح مشكلة الكليبينغ أو الديستورشن اللي تصير في وقت التسجيل أحيانا إذا أنا قاعد أسجل مثلاً VoiceOver ممكن لاحظت أن فيه مثلاً بعض الأماكن يكون فيها الصوت جداً عالي ويأدي هذا إلى أن يصير عندنا ديستورشن أو كليبينغ في الصوت شنو يعني كليبينغ؟ كليبينغ ببساطة هو لما يوصل مستوى الصوت إلى أكثر من صفر الديجيتال ساوند أو الأصوات الديجيتال صفر هي أعلى نقطة أننا نحن نقدر نوصل فيها في الصوت وإذا طفناها ممكن نحن يصير عندنا تشويش أو صوت ديستورشن أو اللي يسمونا أيضاً كليبينغ هاي الصوت طبعاً صوت مزعج وما أحد يبي يسمعه فاليوم راح نشوف هاي النموذج اللي عندنا فيه طبعاً راح يكون فيه ديستورشن ورح نتعلم شلون انصالحها من خلال برنامج آيزوتوب أريكس أنا راح أحاول نقصر الصوت شوية في البوست من خلال هيدفونز شيلهم شوي أو قصر على الصوت عساس ما يكون الصوت جداً مزعج نسمع هاي سامبل إحنا طبعاً شفنا هنا أن الصوت واصل لمستوى جداً عالي وقاعد يطوف هنا اللي هو الزيرو ممكن كان تقريباً بلس ثري يعني ثلاثة دي بي فوق مستوى الصوت اللي احنا نبي طبعاً حق هاي النوع من التسجيلات احنا أصلاً ما أنا بنوصل إلى الصفر الصفر معناتها أنه هو لحين مستوى الصوت جداً عالي فحنا نحاول نسوي تارجت عندنا ما بين مينس سكس إلى مينس ثري مينس ثري كحد أقصى فشنو المشكلة هنا؟ المشكلة مثل ما تلاحظون أن الوايف فايلز شوفوا وين واصلة فوق هنا وشوفوا وين واصلة تحت هنا هاي معناتها شنو؟ معنات أن ما عندي هيدروم ما عندي مساحة كفاية حق الصوت أنه يطلع وينزل طبعاً شايفين أنه في بعض الأماكن الصوت فيها نازل هنا وبعض الأماكن الصوت واصل فيها إلى مستوى جداً عالي أفضل طريقة طبعاً عشان أنه إحنا نتفادة فيها هذه المشكلة هي من الأساس أنه إحنا لما نسجل مستوى الغين في التسجيل ما يكون مستوى عالي يعني نحاسب في وقت التسجيل ونسمع وإحنا قاعدين نسجل عساس أنه ما يكون الصوت واصل لمرحلة الكليبينج ممكن يخلي عيني بعد على الأوديو انترفيس نفسها وتشوف الليفل ما للصوت فيها من الأفضل طبعاً أنه يكون مستوى الصوت في وقت التسجيل ما بين ناقص 16 دي بي إلى ناقص 10 دي بي هاي المساحة عندنا تكون مساحة جداً ممتازة عشان نحن نسجل فيها الصوت ونقدر نحن نسوي بعدين ويكون عندنا هيد روم كفاية بس إذا صار عندنا ظرف وصار الصوت بهاي المستوى شلان نحن نقدر نعدله؟ طبعاً في برنامج Rx عندنا احنا هني شيء اسمه D-Clip هاي D-Clip عبارة عن شنو؟ راح يشوف لي البرنامج المساحة اللي موجودة هني وراح أقدر أتحكم فيها هاي اللفل شفوه أنا قاعد يحركي هني وأيضاً في نفس الوقت قاعد يحرك هني هاي أنا قاعد يقول حق البرنامج أنه بيكون الحد الأقصى لأعلى جزء من الWave File أنه يكون ما يتجاوز هاي المسافة اللي هني يعني حين طبعاً عدناه منس 0.7 إذا سويت double click هني راح يختار لي الصوت كامل وبيطلع عندي الoption أنه أنا أخلي البرنامج هو بنفسه يعطيني suggestion يقترح عليه البرنامج شنو الoption الأفضل إذا ضغط طبعاً عاد suggest أغلب الأوقات راح يعطيني هو الصفر معنات هنه شنو؟ هاي الحد الأقصى ولكن ممكن أنا أنزل المستوى هاي شوية وقل له مثلاً أبي ممكن مينس 0.5 خلوني أساوي preview واسمع الصوت شلون صاير وأقدر أحدد بعدها إذا هاي السيتنج أوكي ولا لا شوفوا حتى هنا قال لي أنه أورادي في هالكثر كليبت انترفلز قام صلحها يعني هالكثر عدد من الدستورشن أو النقاط الدستورشن هو عدالها خلوني أحين أساوي select حق السكشن هذا وأقول له render وأساوي مقارنة ما بين هاي المستوى والمستوى القبلي هاي طبعاً كان المستوى الأصلي بهذه الشكل وهاي المستوى بعد ما سوينا أبلاي حقل دي كليبت انترفلت او مستوى أفضل وراح الدستورشن وما صار مزعج بهاي الطريقة يا جماعة احنا قدرنا نصلح مشكلة الكلبينج او الدستورشن لقالة تصير بسبب وجود مستوى الصوت عالي او مستوى الـ من وقت التسجيل يكون مستوى جداً عالي إن شاء الله عجبتكم الحلقة يا أخوان لا تنسون تعطوني اللايك حق هذا الفيديو وتشتركون في القناة وتفعلون جرس التنبيهات عسى توصلكم للحلقات الجديدة أولاً بأول وإذا حابين تتعرفون أكثر على مهارات الهندسة الصوتية خذوا نظرة على الحلقات السابقة في هاي القناة أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة